بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد اليوم بدعمك كيف نحل مشكلة تنزيل الدارت على الويندوز في البداية احنا نزلنا الدارت بفيديو منفصل رح تلاقي لينك الفيديو العلمتك كيف تنزل الدارت في الدسكريبشن لكن في نقطة مهمة اذا جهازك نظام التشغيل مش ويندوز 10 او ويندوز 11 مش رح يزبط يعني ويندوز 7 مش سبورتت لازم 10 او 11 حس افرض الجهاز عندك قديم ويندوز 10 بيصير عليه كثير مفقيل يعني يصير بطيء شو رح نسوي في الحالة هاي شارح لك في محاضرة رقم 7 الدارت بات احنا كيف نعرف المحاضرات مش انتشفي عندك الهاشتاك الهي الشباك كنحط لك 1 2 3 محاضرة رقم 7 بحكي عن الدارت بات هو عبارة عن موقع اونلاي انت بتقدر تستخدمه خلال الدورة بدون ما تنزل الدارت عندك على جهازك ولا تنزلي في جوال ستيديو كود رح تلاقي لينك المحاضرة في الديسكريبشن قبل ما نبلش في حل المشاكل بدي انوه انه احنا في عندنا قناة على التليقرام بعد ما ينزل كل فيديو لتناقش احنا في المشاكل بيتواجهكم رح تلاقي لينك الانضمان في الديسكريبشن او حتلاقي هسه طلع عندك QR بس افتح الكاميرا وبعش شرطة رح يودك على القناة البداية بدك تعمل السيرش على دارت اس ديكي بعدين تختار get the dart اس ديكي وبعض رح تلاقي لينك التنزيل في الديسكريبشن فظلك ننزل لتحت توكلت احنا شرحناها بالتنزيل الدارت لكن في بعض الناس واجهت مشاكل فاليوم اللي نستبدل التوكلت انو احنا ننزل الدارت بيدنا مانيوال كيف احنا حكينا انو الاس ديكي تارت بنزع ويندوز 10 و 11 سبع مش رح يزبط كمان في شغلة اسمها أركتر اللي هي المعمارية شو معمارية جهازك 64 32 ARM 64 كيف بدنا نعرف نروح على الفايل this PC right click probates طبع انا هنا خافي المعلومات بس ظاهر لك معلومات system type انا عندي 64 انت بتشوف شو الاصدار عندك اللي هي طيب بعد هيك رح نظل نزديد لاخر الصفحة ونختار download the SDK as zip file اللي هو حيكون عبارة ملق مضغوط هون انا بختار النسخة اللي بدي اياها اخر النسخة عندي اياها هي 2.18.5 تمام في المستقبل ممكن يزيد هذا الرقب فهم الشرط نزل نفس النسخة نزل اخر النسخة بتكون عندك لان اخر النسخة محدثة في تاريخ تسجيل هذا الفيديو اخر النسخة عندي هي 2.18.5 وكمان اختار windows اختار اي virgin بدك اياها لك اختار دايما اعلى virgin واختار نظام windows وحسا في عندك ملفين للتنزيل 64 او 32 كيف نعرف زي ما شرحت قبل شوي انا 64 فرح اختار نسخة dart SDK 64 او ما كبس عليه رح تبلز تنزيلي بشكل تلقائي مش رح يخذ وقت لانه جدا صغير مش كبير بعد التنزيل نروح على download ملف اسمه dart SDK right click بنعمل extract file بنعمل ok بعد extract file نروح على dart SDK right click بنعمل cut بنروح على c ونعمل ctrl v or best الفكرة انه احنا ضفنا هسه ملف dart داخل c ونه نقطة مهمة بدي اوضح لك اياها فنرجع شوي الورا دائما احط dart على نظام التشغيل الويندوز يعني اذا انت عندك نظام التشغيل على E او على F بتحط dart SDK هناك طيب كيف بدي اعرف موضو جدا بسيط ويكون حط لك اشارة الويندو لما يكون حط اشارة الويندو معناته الويندوز هون على C اذا كانت مثلا اشارة الويندوز هون معناته الويندوز على E فبكل بساطة انت بس شوف وين الاشارة وضيف dart SDK بداخل الpartition اللي في الويندوز تمام بعد هيك منفوت جوا dart SDK منفوت جوا البن تقصر ان المصار صحيح اعمل click بس click هيعطيك الباث تعمل right click copy او ctrl c بعدين نروح على search او اكبس على كبسة الويندو وعمل search على ENV اكبس على univerbal variable هايها بعدين تروح على الباث edit وننتبه انه c tool dart SDK bin ليش اصلا موجود عندي مسبقا لانه اصلا ما كان في عندي انا مشاكل انه كان شغال مع اي الطريقة الاولى اصلا اعمل new من هون وعمل ctrl v هيك انا ضفت الباث نسخ قبل شوي في النقطة مهمة يفضل اني امسح c tool dart SDK الخطوة رح اسويها لانه اصلا انا dart كان نازل عندي ومرتم بس حبيل اطبق معك عشان احلل لك المشاكل اللي بتواجهك هسا c tool اسوي عليها click واختار capsule delete عشان امسح ما بدي اياها اسوي هنا c ok هنا كمان ok وهنا كمان ok عشان اتأكد انه dart شغال ولا لا افتح s cmd اللي هي command وان رح اكتب dart double dash virgin نقطة مهمة وان double dash مش تلدة مش اشارة الشوارو هي متعرجة هي سالب تمام ينحط اثنين سالب بعد كلمة virgin وكمان خلي نتأكد على power shell سكر cmd مرة ثانية اعم search على power shell power shell نعمل open نكتبه نفس الامر dart space فراغ هم اشي الفراغ double dash virgin وهيها اشتغلت بقول لك dart as the key وهي نسغته اتمنى تكوني الفكرة صارت واضحة المفروض هسا انتكون امورك تمام اتمنى كانت الافكار واضحة وسهلة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر